كما أشاد المشاركون في فعالية تتشين جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي بهذه المبادرة البحرينية المشاركون في التتشين الذي يقيم بولاية لوس أنجلوس الذي يقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أكدوا أن العالم يحتاج لمثل هذه المبادرات التي تعزز نهج التعايش والحوار أظن أن هذا اللقاء يمنحنا أمل عظيم بأن الناس هنا من مختلف الأديان ولكن يشتركون بإيمان واحد وهو أن الله كريم وهذا الشيء يعتبر إشارة على وجود الأمل وهذه الخطوة هنا هي نعمة وشيء نتطلع إليه ونعتبره الخطوة الأولى للتقدم السلام هو بالطبع شيء هام مع كل المشاكل التي تحدث في العالم لذلك أعتقد أن هذا النوع من اللقاءات التي تحصل هامة جدا للدعوة للسلام وذلك هو أيضا أحد أهداف مؤسستي ليس فقط للهندوسية بل لجميع الديانات سواء الهندوسية أو الإسلام البحرين هي المكان الذي يجمع مختلف الثقافات وهذا هو الجزء الأساسي أنا أعيش هنا في لوس أنجلس وهذه المناسبة اليوم هي التي ألهمت الناس حول العالم بأن يكونوا متحدين في مجتمع واحد وهذا ما نتطلع إليه